كانت العلاقة بين الفنان والحلاق مش علاقة واحد وزبون كان الحلاق بيعتبر نفسه صاحبه وكان بيرفض خالص إن هو ياخد منه أجرة الحلاقة وكان قدام رفضه ده كل فترة كده الفنان ده يديله لوحة هدية لحد ما وصله لستين لوحة في تلاتين سنة ولما مات الفنان جريت كل الناس وراء الحلاق ده عشان يشتروا اللوحات بملايين الدولارات بس هو الحقيقة الراجل أصيل ورفض وعمل بيهم معرض عارفين المعرض ده كان بتاع مين؟ كان بتاع الفنان العلامي بيكاسو نص الحكاية اللي نعرفها عن بيكاسو إن هو أشهر رسام في القرن العشرين توقيعه على أي لوحة كان بيخليها كنز لا يقدر بتامن رسومات بيكاسو كانت صعبة تفسيرها لدرجة إن كان فيه خناقات بين النقاد على المعنى اللي كان عايز هو يقوله بس هو على فكرة كان قاصد كده كان مؤمن بمبدأ بيقول إن الرسام اللي بيرسم الحاجة اللي شايفها بالزبط ده مش رسام ده نقاش لا الرسام المفروض يرسم الحاجة زي ما هو شايفها في دماغه مش زي ما هي في الواقع وكان عنده مقولة مشهورة جدا اتعلم القواعد كمحترف واكسرها كفنان بس نص الحكاية في حياة بيكاسو ما كانش كده خالص كان وهو طفل زي بقية الأطفال بيتشاء بيجري بيلعب وبيتنطط لحد اليوم اللي تعبد فيه أخته الصغيرة وجالها التهاب حاد في اللوز قلب بانتفاخ وبعد كده قلب لوفاة في الآخر في وسط صدمة بيكاسو اللي جاله حالة من الإنكار من اللي حصل قلب بعد كده للشيزوفرانيا أو الفصام النفسي وهو مرض نفسي بيصيب الإنسان وبيخليه يميل العزلة والبعد عن الناس تيجي بقى بعد كده في دماغه هلاوز كتير تخليه مشتت في كلامه وتعبيراته وأفعاله وبدأ دايبان على فكرة جدا في المدرسة طفل مش مركز مش واخد باله من اللي بيتقال وبدأوا يعاقبوه بأن هما يقعدوا في قوضة لوحده وده على فكرة كان بالنسبة له حاجة مريحة جدا فكان يفضل طول فترة العقاب يرسم على الحيطان بابا كان مدرس رسم وكان رسم لوحة مقدرش يخلصها وتفاجئ بعد فترة أن لوحة كملت واللي كملها كان ابنه الصغير اللي عنده عشر سنين وعايز أقول لكم أنه هو تفاجئ أن هي كملت بحرفية يمكن أحسن من الأب شخصيا ساعتها عارف أن ابنه ده هيبقى فنان كبير بس لما كبر بيكاسو الحلم ما كانش سهل أنه هو يتحقق ما كانش بيعمل بيكاسو في حياته غير أنه هو يرسم ويحاول يبيع رسوماته لكن محدش كان بيشتريها كان فقير جدا وكانت بتيجي عليه فترات بيتوجع فيه من كتر الجوع بس الأصعب لما كانت بتيجي أجواء البرد العنيف جدا وهو ما عندوش أي حاجة ده فيه وهنا عمل أصعب حاجة ممكن يعملها فنان عارفين عمل إيه؟ بمنتهى الأسى والضعف وقلة الحيلة حرق اللوحات بتاعته عشان يتدفى بيها كان قاعد بيتدفى وهو بيعاية وشايف مجهوده وعمره وتعبه بيتولع فيهم حرفية في الفترة دي كان عند بيكاسو صاحب واحد بس قريب منه جدا وكان بيحب بنت جدا جدا ودايما بيحكيله عنها وبيشتكيله كمان عن الرفض اللي كان بيلاقيه منها وفي لحظة يأسه ورفضه وكل حاجة ظلمة كده حواليه رح صديقه ده ماسك المسدس وضرب نفسه لأنه حاسس إنه هو مش هيقدر يعيش من غير حبيبته وفجأة مات صديق عمره قدام عينيه وللأسف اللي بيموت بيرتاح لكن اللي عايشين هم اللي بيتعذبوا من بعده وده اللي حصل بالضبط البيكاسو اللي دخل في حالة اكتئاب شديدة جدا انعزل أكتر ما هو منعزل وانغلق على نفسه وبدأ يرسم بلون واحد بس هو اللون الأزرق لون الحزن والوحدة وبقى بيرسم كل الأفكار المشوهة اللي بتيجي في دماغه يرسم متشردين ناس ميتة واتسمت المرحلة دي في حياته بالمرحلة الزرقاء بسبب ان كل لوحاته كانت باللون الأزرق اللي فصله هو كمان عن الألوان زي ما انفصل هو عن العالم بعد ما نجح بيكاسو انه هو يتعرف وبدأت النقاط تتكلم عنه عن لوحاته وبدأ الجمهور كمان يشتريها مقدرش الحقيقة انه هو يكون إنسان سوي ورغب انه هو بقى معه فلوس كتير جدا بس كان عايش حياة الفقر عايش الحياة البهمية الغير مهتمة بكل اللي بيحصل حواليه ولا حتى نظرة الناس اللي كانت بتهمه كان منعزل عن الناس كان حزين ومنكسر والناس بتشتري لوحاته وفكر انه هو سعيد ومشهور بس متعالي ومغرور عشان كده كان مختفي عن الأنظار ما يرفوش انه هو كان عنده مرض الفصام اللي كان الحاجة الوحيدة اللي ما تغيرتش رغم ان كل حاجة حواليه تغيرت لما سألوه عن سر إبداعه اللوم الفن هو ابن الحزن والمعاناة ولازم أي فنان يمر بيهم وإلا مش هيكون فنان صادق وحقيقي ومؤثر وده كان نص الحكاية اللي كان مخبيه عننا بيكاسو عشان نفضل طول الوقت شايفينه انه هو الفنان والرسام الفز اللي مجاش ولا هيجي زيه في التاريخ اشتركوا في القناة